بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عرب عمر الدوني معاكم ArabicHTML.com طبعا المرة اللي فاتت لما تكلمنا على 3D تكلمنا عليها كفيو عام ل3D الجديد في Photoshop CSX وطبعا زي ما احنا شايفين كل version عمال بيطلع كل لما 3D عمال بيكبر اكتر من اول CS3 على ما اعتقد وبعد كده طلعنا CS4 بعد كده 5 وبعد كده جينا الوقتي CS6 Photoshop عمال يكبر 3D بس طبعا 3D Photoshop CS6 شفنا شكل تاني بمنظر تاني ان شاء الله هنحاول ان احنا نبص للجزئية الـ 3D in depth طيب على عموم احنا هنبدأ نبص ونشتغل على 3D هنبدأ من الصفر ان شاء الله وهنطلع واحدة واحدة على اساس ان احنا نشتغل على 3D وبالنسبة لك يبقى احسن ان انت تفهم 3D وطبعا لما هنفهم 3D هنشتغل اكتر وهنشوف طبعا ان شاء الله شغل اكتر طيب بسم الله توكلنا عليك يا الهي طبعا هنا انا فتح بس image background مفيش اي حاجة تانية وطبعا عشان اشتغل على 3D انا هاجي هنا هو اجيب 3D بتاعتي او باجي هنا هو من ويندو بروح على workspace بروح على 3D او في نفس الوقت انت ممكن تعمل customize للبانل بتاعتك شوف انت عايز تحط اي جنب اي وانت مرتاح كده خلاص ان ارتحت كده بتروح برضو على workspace وبتقول new workspace وبتشتغل عليها كالقاتي طيب تمام قبل ما نبدأ طبعا ونشتغل على 3D لازم زي نسطب الفوتوشوب نفسه كالامكانيات بتاعته للشغل بتاعنا 3D هقول ctrl k او هروح طبعا على edit وانزل تحت على preference اللي هي ctrl k هاجي هنا على performance طبعا وهنا انت ممكن تغير الفوتوشوب عايز يستخدم الدية طبعا انت لو شغل على فوتوشوب بس ومش شغل على اي حاجة تانية عندك قابليا ان انت ممكن تعملها 100% او او شغل على برامج تانية وكده ممكن تنزلها شوف بقا هي المفوضة عندك بين الغد 60% انا مخليها الوقت 80% على اساس اننا هنشتغل مع بعض 3D وطبعا بعد كده لما اجا اشتغل على الفوتوشوب برامج تانية هنزلها لغاية 70% طبعا هنا متحاولش تخلي الدرايفر الواحده c خليها c و d وبعد كده ابقى طلع d فوق على اساس ان يبقى السي دايما محفوظ اي حاجة تحصل ما تحصلش قلع دي وفي نفس الوقت انت بتدي قبلية اكبر ان الفوتوشوب يحمل على الجهاز اكدر تمام الهوستوري خليها زي ما هي 20 او عايس نقصها خليها شوف انت عايس نقصها لقد ايه بس متحاولش ان انت تزودها لان كل دي ممري بتزيد على الفوتوشوب وطبعا الكاش ليفل طبعا هي اربعة خليها واحد لان احنا مش محتاجين اكتر من كده وطبعا الكاش سايز هنخليها اقل حاجة اللي هي 128k وطبعا الادفانست هنا طبعا انت لو مش شايف الجزئة دي ومش عالش تدوس عليها يبقى لازم تعمل update للدرايفر بتاعك وبعد كده بندوس على ادفانست هنا وطبعا عندك من بايزيك هنحولها لنورمل وبعد كده بنقول اوكي وبعد كده هنقول اوكي تمام كده احنا هنبدأ نشتغل ونشوف الثري دي وبدأنا ان احنا نسطب الجهاز بتاعنا على شغل الثري دي طبعا هنا الثري دي القايمة بتاعتنا ممكن نعمل نيو ثري دي اكسترشن فروم سيلكتد لير اللي هي اللي موجودة او بنشوف هنا النيو ماشز البوست كارت والماش بتاعتنا طبعا الحاجات القديمة طبعا والdepth map والكلام ده كله طبعا احنا لو بصنا عليه هنا هو هنلاقي هي هي الشغل بتاعنا هنا هو طبعا احنا لو جينا بصينا طبعا هنلاقي البربرتز هنا وهنلاقي هنا الثري دي وطبعا كل حاجة بتتغير من السلاكت اللي احنا بنعمله لو رحت هنا وقلت خليها زي ما هي ثري دي بوست كارت وهنا سلاكتة لير وهقول كريت طبعا فوتوشوب هيعمل لنا كريت وزي ما كانت موجودة في الثري دي بوست كارت هي هي نفس الموضوع ولو جيت عملت سحبت هتلاقي فعلا هي هي الثري دي البوست كارت هو جايب لك الفيو عام ثري دي دي طبعا بنعملها باكجراون بنعملها تكست الافاكت اللي احنا بنحبه هنقول كنترول زد وكمان كنترول ألت زد عشان نرجع اللير بتاعتنا تاني طيب هنروح ونبص على برضو قبل ما نروحة طبعا هنبص هنا على ثري دي اكستروشن وطبعا سيلاكت لير طبعا اللير اللي احنا شغالين عليها وممكن ان احنا نزود كزا لير ونعمل لها بالشفت او بالكنترول على اساس ان احنا عايزين ندخلهم كلهم في ثري دي وبعد كده من هنا هو بنقول كريت وطبعا الوقت مش هتبقى طبعا بوست كارت هنشتغل ساعتها ان احنا اشتغلنا ثري دي وطبعا لو بصينا هنلاقي نفسنا في كيوب كده او مربع مستطيل اه اتحولنا ثري دي وبنبدأ ان احنا نحرك كل جزئية لواحدها براحتنا تمام هروح على الهيستري وهروح على الامج فوق وهعملها كليكاية الاساس ان انا ارجع كل حاجة تانية عايزين نبص هنا على شوية حاجات تانية طبعا وورك باث وورك باث هنا لو انا عايزين نروح على الشيب بتاعنا وهخليني بالشيب ده او ماشي بس اتأكد هنا هو ان هي باث مش شيب لان لو شيب هتاخد لون وهتاخد لير جديد لكن لو باث يبقى احنا بنشتغل على نفس اللير بتاعتنا وهاجي مثلا بالسبيس بار وانا باسحب على اساس ان انا بزبط المكان بتاعي بالزبط وبعد كده بالاي عشان اجيب البلاك ايرو هعمل كليكاية واحدة وهقول كريت وطبعا هنا هو بيبدأ يحولي الباث بتاعي لثري دي وهي نفس الموضوع بنبدأ ان احنا نحرك الثري دي جبناه من فوق جبناه من تحت جبناه يمين جبناه شمال هو هو نفس الشكل بتاعي هنروح تاني ونرجع ونقول على الهيستري بانل ونرجع كل حاجة وطبعا من هنا برضو لو في احنا طبعا عاملين الشيب بتاعنا هنا هو وهنيجي هنا برضو على ثري دي هتلاقيه برضو جابلك نيو ثري دي اكستروشن فرم سيلكتد باث هتبقى هي هي نفس الموضوع هروح هنا واقول عايزين كورن سيلكشن طبعا احنا لما نيجي نعمل السيلكشن بتاعنا بالسبيس بار هزبط كل حاجة وبعد كده قول كريت ثري دي هنا برضو هيعمل لي كريت ثري دي بس هنيجي نبص برضو على جزئية تانية في الجزئية دي احنا احنا زي ما احنا شايفين احنا عملنا الثري دي بتاعنا ومفيش اي حاجة على فكرة احنا ممكن نلعب في السيلكشن مش مش لازم بابا هو السيلكشن اللي انت عامله يعني انا مسلا لو رحت هنا اهو وقلت اعملت الاساس بار وجيت عملتها كده هو وبعد كده هاجي بالالت طبعا بالالت برضو كده وهاجي اخد الجزئية احاية كده واما كده هم كلهم ادandan empirical بعد على معتخذ او كده يبقى حال وهاجي من جوه اخد الحتة دي وبالspace bar برضو بسحب على اساس ان انا بزبط كل حاجة ويبقى كده انا عملت كلمة الله وهاجي هنا على create selection وcreate على اساس ان انا ال select اللي انت بتعمله سواء بلوس سواء من هما الاثنين بيشتغلوا كنظام واحد وزي ما انت شايف بدأنا نبص على ال 3d بتاعنا كشكل عام هنبدأ نبص طبعا على مناطق تانية وعلى الشكل تاني طبعا هنا هتبص عندك هنا هتلاقي scenes وهتلاقي الكاميرا بتاعتك وهتلاقي background اللي هي الماشز بتاعتنا كلها وبعد كده لو نزلنا تحت هنلاقي ال light طبعا من هنا احنا بنبدأ طبعا احنا بندوس وبنسحب على طول ما بنقفش على اساس ان احنا يجي لنا الشكل العام بتاع الكاميرا بتاعتنا لان احنا لو وقفنا وبعد كده دوسنا ومسحبناش هنلاقي دخلنا في شكل ال 3d ومن هنا طبعا احنا ممكن بنسحب في ال y بال y اكسس وهنا طبعا هي دي ال x وطبعا هنا اخر حاجة اللي هي ال z او z اكسس طبعا مش عارف اجيبها بالظبط لانها قدامي باجيبها قدام او باجيبها وراء او باجي هنا هو باجي برضو بخدها اعمل لها rotation طبعا تخدت الفكرة طبعا وهنا طبعا برضو نفس الموضوع بعمل لها rotation الجنب التاني على اساس ان انا بزبط الكلمة بالظبط الزبط ومن هنا طبعا انا ممكن اعمل طبعا المربع الاخير ده طبعا بيحاول ان هو يكبرها لك او يصغرها لك في نفس الاكسس اللي انت فيه احنا الوقتي في الواي احنا الوقتي اما نكبرها اما بنصغرها اما بنكبر شوية او بنيجي مثلا هنا هو هي هي نفس الموضوع برضو اما بنكبر بنعرض اما بنصغر وفي نفس الوقت في الزد بس عشان انا مش عارف اجيب الزد بالزبط انا لو عملت كليكاية برا كده ها وجيت هنا وقمت اعمل كده وبعد كده جينا من جوه وعملنا كليكاية تاني برضو مزهر عندي بس زهرت عندي شوية ممكن برضو ان انا اغير بتاعي هقول كده تمام وهقول مثلا من هنا ها طبعا احنا من هنا بنكبر الكلمة نفسها او بنصغرها حسب الشكل اللي احنا محتاجين تمام عايزين برضو نبص على الثري دي هنا هو طبعا الثري دي هنا هو ممكن بنغير من هنا بالشفت والفي لان طبعا الفي طول ما احنا في الفي طول ما احنا شغالين ثري دي لو رحنا على اي بانل تانية كده احنا خلاص ثري دي بتاعنا راح وما فيش اي ثري دي واشهتلاقي نفسك بتشتغلها اه هتشوف كل حاجة بس طبعا لما تيجي تروح على layer بتبدأ ممكن انت تشتغل على layer بتاعتك عادي اي اي ايي اه هقول تانية كنترول كي عشان كان فيها كنت اعايز افتكيرها اغنروحا اه وهنروح هنا على general وفي هنا طبعا shoes shift key for tool sera انا فاكن ان احنا تكلمنا على الجزئية دي اني احنا احسنا ان احنا بنزبالنا ان احنا ممكن ان نشيل ال comentarios cn الفي وبذل طبعا ما بندوس مثلا على البي مثلا للبروش كنا الاول بنقول shift b shift b shift b طبعا لما بنشيل دي بندوس بس على البي وطبعا كل الايكونز اللي جوا بتتغير لا خليها زي ما هي على اساس ان احنا لما نجي نشتغل 3D تبقى كل حاجة بالنسبة لنا شغالة صح تمام هنا طبعا احنا بصينا ان احنا ممكن ان احنا نمسك view camera بتاعتنا ونبدأ نغير فيها براحتنا هنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل زي rotation لل elements اللي معنا elements وهنا طبعا لما نيجي بنروح على تاني واحدة بنلاقي نفسنا ان احنا ممكن نجيبها فوق وتحت ويمين وشمال براحتنا لان دي طبعا زي الموف تول بالنسبة لنا من غير ما نغير الزد اللي هو البودل السلاسي بتاعنا وهنا طبعا اخر واحدة دي طبعا ممكن نجيبها نقدام وممكن نرجعها ورا ودي طبعا ال light او الكاميرا بتاعتنا الكبيرة على اساس ان احنا برضو بنجيبها بنجيب الكاميرا نفسها على الكلمة نفسها وبنبدأ نزبط كل حاجة بالزبط وبنبدأ نزبط كل حاجة بالزبط وبص وانحنا كل ده طبعا شغالين على الكاميرا نفسها ومش شغالين طبعا انت بصت هنا هتلاقي البربرترس فوق بتتغير معانا طبعا هنبص على الحاجات دي ان شاء الله لو جيت الماشيز بتاعتنا بتلاقي كل حاجة اتغيرت اي ايكونة طبعا هنا طبعا على اساس ان احنا بنحط لها التكتشور وكلام ده كله وبنيجي هنا طبعا بتشوف اللي بتاعنا اللي بيشتغل وهنبص عليهم ان شاء الله هاجي هنا واروح على الكاميرا تاني لان هي دي اكتر جزئية ان احنا هنشتغل عليها طبعا وهنا لو بصينا هنا برضو هنلاقي فيه ايكونز هنا الفلتر بتاعنا هو ده اللير بتاعتنا كلها هنا الماشيز وهنا فيه طبعا السيرفز السيرفز ماشيز بتاعتنا اللي هي ممكن بنغير فيها حاجات كتير وهنا طبعا اللايتس اخر حاجة اه عايزين نتكلم على حاجة تانية قبل ما قبل ما اروح نخلص الجزئية دي مع بعض طبعا هنا اه اللي هي السيكندري اه سيكندري ايه مش فاكر احنا ممكن نروح هنا على فيو ومن فيو هنا الشو وبننزل هنا وبنقول سيكندري فيو لو انا شلت دي انا هنلاقي السيكندري فيو راح وهنا طبعا فيه برضو حاجات تانية فين فيو بنروح على الشو تاني ونروح نشيل الجريديان دي خالص على اساس ان احنا مش عايزين نشتغل بالجريديان بتاعنا او عايزين نشتغل عليها هنسيبها زي ما هي اه هرجل حاجات دي عشان احنا عشان انا عايزها تاني ام احتاجها طبعا هنا هو كويس طبعا هنا احنا بنسبان ان احنا بنشوف هنا فيو بنشوف هنا بفيو تاني على اساس ان انت بتحاول انت تمسك اكبر قدر ممكن من اله اه من الشغل بتاعك 3D لان انا طبعا انت ما بتشوفوش من جزئية واحدة لانت لازم تشوفوا من جميع النواح لان لما هيجي يظهر هيظهر من كذا ناحية مش يظهر من ناحية واحدة لان احنا ما بنشتغل 2D احنا بنشتغل 3D طبعا هنا لو بصينا وجينا على ال background هنا الماشز بتاعتنا وبدأنا برضو نحرك هنلاقي نفسنا لازم نبقى وقفين عليها صح وابدأ برضو ان انا اكبر شوية وابدأ اصغر هتلاقي هي هي نفس بس طبعا في بعض الاختلافات لان انت بتبدأ ان انت عايز الجزئية دي بالزبط انت ما بتبصش للشكل كعمية انت بتبص للشكل كهو طبعا وكل سيرفز بتلاقي فيه shadow جاء عليه على اساس ان بيقولك ان انت بتعمل highlight بتعمل hover للشكل ده نفسه وطبعا بنيجي للليت وهنا بنبدأ ان احنا نتحكم في الليت يعني انت لو اخدت بالك لو انا سيبت ثانية واحدة وهنا في الجزئ دي لو بصت على الشادو نفسه ان احنا ممكن نجيب الشادو في المكان اللي احنا عايزينه بالزبط على اساس ان احنا بنبدأ نغير المكان الشادو وبنبدأ نغير المكان بتاعنا وبنيجي بنعمل كليكاية فوق خلاص كل حاجة ما فيش اي اكتف وبنيجي بنبص على الكورنت فيو اللي هو الفيو بتاعنا العام الكاميرا بتاعتنا ودي طبعا هنا الديفولت كاميرا بتاعتنا اللي هي موجودة وهنا طبعا دي الكورنت فيو اللي احنا شايفين كل حاجة ازاي ونقدر نتحكم في الشكل العام ازاي وكده يبقى احنا بصينا يعني على البيزيك 3D فوترشوب وان شاء الله المرة الجاية واللي بعدها نبدأ نبص على اساس ان احنا نبدأ نشتغل اكتر 3D واشوفكم المرة الجاية يلا سلام يا عالم